السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا نادية عبدالسلام وديو قناتي لو اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل يصلكم كل جديد فيديو النهاردة هقدم لكم فيه طريقة حفزة او تخزين الفلفل الاخضر كتير مننا بيبقى عنده قمية من الفلفل الاخضر وبضبوز منه في فيديو النهاردة هقولك ازاي تحفزي على الفلفل الاخضر لمدة طويلة وتستفادي به يلا بينا نشوف الفيديو معايا نص كيلو من الفلفل الاخضر الحار ونص كيلو من الفلفل الرومي غسلته كويس وهفرده بالشكل ده على فوطة وهغطيبه فوطة تانية وهسيبه لحدة مينشف تماما من المية وبعد ما الفلفل نشف تماما هشيل بزور الفلفل الرومي بالشكل ده وهقطعه بالسكينة هقطع الفلفل الحار وهخلي بالي ان ايدي ما تلمس الفلفل اللي قطعته او صليح السكينة لانه حار جدا لو مش هتعرفي تعملي الخطوة دي ممكن تلبسك لفظ في ايديك علشان تحافظي على ايدك من حرارة الفلفل هقطع كل كمية الفلفل وفي كبة تكون نشفة تماما من المياه هنزل الفلفل بالمعلقة علشان احافظ على ايدي هشغل عليه الكبة وهفرمه فارم خشن وبعد الفارمه هضيف عليه 6 معلق كبار من الملح هتقولولي كتير لا مش كتير لان ده كله من الفلفل علشان احافظ عليه ويعيش معايا مدة طويلة هقلبه كويس من الملح واخلي بالي لما اضيف منه في اكله ما زودش الملح الا بعد ما دوق بعد اضافة الفلفل هعبيه في بطرمان يكون نشفه معقم شايفين فيه نسبة كبيرة من المياه في الفلفل من تحت وده علشان الفلفل الرومي فيه نسبة عالية من المياه وكمان اضافة الملح نزلت المية الزيادة اللي موجودة فيه لو عبيته في البطرمان بالشكل ده هيبوز مضطرة افضيه في المصفى واسيبه لحد ما يصفه ميته تماما وارجع اعبيه وبعد ما عبيته في البطرمان هغطيه بطبقة من الزيت هوصل الزيت لحد حفة البطرمان وهقفل عليه الغطى وهحفظه باب التلجة ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو باشكركم جدا وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وبقى معايا احلى هريسة شطة بالفلفل الاخدر اللي لاغينا عنها في كل بيت وممكن اضافة طوم عليها وهستخدمها في وصفات كتيرة منها الكبدة سمك ما شوي طماطم مخللة دقة وعلشان احافظ عليه فترة طويلة لازم الفلفل قبل الفرم يكون ناشف تماما ما فيهوش مية وكمان هنا الملح يكون مادة حفظ والزيت كمان مادة حفظ وهحفظه في باب التلجة ولما اجي اخد منه هاخد منه معلقة ناشفة علشان احافظ عليه وبكده هيقعد معايا بالشهور ويا رب اكون افتكم ومستنوني فصف اغددا وواي وواي